السلام عليكم أتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير مرحبا بكم على قناتي سامورا اليوم إن شاء الله سنقدم لكم واحد طونيك أو صبخاي رائع جدا وما يخطاني صراحة للبشرة والواجه بمكوناين فقط لكن يجب أن يكونوا بجودة عالية أول مكونا هو ماء الورد مقتر الخاص بالبشرة ضروري يجب أن يكون بجودة عالية صراحة لأنه صراحة هادو كنتي بيعوهم العطارة ماشي بجودة عالية يعني ماء الورد بعشرة دراهم أو سبعة دراهم ماشي هو ماء الورد الحقيقي من أحسن أنكم سواء نشروا من الباغا فامسي أو من الجمعيات المنتشر في أنحاء المغرب بكاميلي بنسبة لي فأنا هذا جاني من المصنع مباشرة لعندي مباشرة لجبه لي شي ناس وبنسبة لي مكونا فهو الزعفراء للحرغة تحتاجوا فقط إلى سبعة شعيرات أو تماني شعيرات لا أكثر لنسبة طريقة الطريقة هادو هادو الطونيك أو هاد سبخاي غتتاخدوا هاد الشعيرات كما قلت سواء سبعة أو ثمانية وتوضعوهم في ماء الورد بكامل يعني القنينة بكاملها وتغلقوا القنينة وتخلطوها مزيان وتخليوها مدة أسبوع أو أسبوع ونصف حسنا سأتي بليكم أنه تقطر مزيان وتغيل لون دل ماء الورد ممكن أنكم تحتفظوا بهذا الماء القنينة دي الماء الورد في التلاجة أو خارج التلاجة ماشي مشكل بالنسبة للفوائد دير هاد مكونات بالنسبة للماء الورد وهو معروف جدا للبشرة للبشرة والتجاعد حول العينين وبالنسبة للزافران وهو فهو رائع جدا كيزيد من دلات البشرة وأيضا كنعمها وكيعالج الجلد الجيف خصوصا وإحنا عارفين في فصل الخريب وتفتح البشرة وفي الآخر كتحصلها لواحد البشرة رائعة ومتقلقة إلى مسجته هاد المكونات بالنسبة لطريقة الاستعمال فهي بسيطة جدا وهو من الأفضل أنكم تعملوا في قنينة بحال هذه أنا هذه سبق لي استعملتها كما كتلاحظوا اللون دي الماء الورد فهو تغير تماما وخليت هادك الشعيرات دي الزافران يعني ما حييتهم شخليتهم علاش لابن نحييتهم بالعكس نسفد منهم أكتر وأكتر كما قد من أحسن تضعون في هاد الرشاش بش سهل عليكم التوزيع دياله على البشرة نسبة لطريقة الاستعمال فهي سهلة جدا أنكم كترشوا كتونيك أو سبخاي على البشرة في الصباح ولكن بشط أن تكون البشرة مقيمة ما فيهاش الماكياج ما فيهاش أيضا هذيك الزيوت اللي كتفرزها البشرة ترشوها كرشات حتى تحسوا بأن الوجه ديالكم متال بهذا الخالط أو بهذا المحلول تستعملوا في الصباح في المساء في أي وقت يعني مش ضروري أنكم تحدوا الوقت معين يعني فما كتحسوا أنكم بشرة ديالكم محتاجة لهذا سبرايس تعملوا أهدا ممكن أنكم توضعوا في هذه القطعة ديال القطن وتمسحوا به البشرة البشرة ديالكم كنتمنى إن شاء الله هذا الصباح ما يخطيكم ودائما يعني تستعملوا ويكون عندكم في المنزل ديالكم بطبيعة الحي بطبيعة الحال كنتمنى إن شاء الله يعجبكم الفيديو نتلقى في الفيديو آخر بإذن الله تعالى دمتم بخير مرسلما ترجمة نانسي قنقر